السلام عليكم ورحمة الناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن ناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزيد قبل لا نبدأ نقول لكم صحة رمضانكم صحة بطوركم وما تنساو الفيديو اعطونا لي لايك بارتاجونا وعطونا لي كومنتر اليوم الحصة التعلاوي غادي نتكلمو على المدرب اسبانيا وين يعلق على اختيار ابراهيم دياس تمثيل المنتخب المغرب يعني رسميا صحيح وخرج لويس يعني مدرب اسبانيا لكورة القدم عن صمته بعد اختيار ابراهيم دياس النجم ريال مادري تمثيل منتخب المغرب على حساب لاروخ واختار دياس تقبل تمثيل المنتخب المغرب بعدما اقتنع بمشروع الاتحاد المغربي لكورة القدم والذي سعى وراءه يعني وراء اللعاب منذ فترة طويلة لينجح في اقناعه بالدفاع عن القاميس الأسود الأطلس ومن منتظر أن يعلن دياس عن قراره بشكل رسمي في الساعات القادمة بعدما أخبر الاتحاد المغربي بالانضمام إلى المعسكر الإعدادي قادم يعني وقدم اعتذار من اتحاد الإسباني لللعبة الذي وجه له دعوة لحضور في مبارتين قادمتين يعني أعلم بكم حاجة حاجة كبيرة دارها حاجة لحضور في المغرب ومحضور في اسمانيا قرار مهم قرار نعتبر بقرار تعريج أنا أقول لكم والله لا قرار تعريج هذه هما كما محطوط من اختار بلاده مالتالي هذا قليلا هذا حقيقة وقال المجدد في تصريح نقلته صاحبة ماركا الإسبانية أنا أحترم تماما موقفه يجب على جميع اتخاذ قرارات التي يتعين عليه اتخاذها وهو حر في اختيار ما يراه مناسب وأضاف المدرب إسبانيا لكنني قلت دائما أن هناك ثلاث نوايات لحمل القاميس الإسباني أولا أن تكون مستعد للعب المنتخب الوطني الإسباني وثانيا أنه يرغب في ذلك وثالثا هو أن يستدعيه المدرب وشدد المدير الفني المنتخب الإسباني على أن الأهم في كل هذا هي الرغبة في تمثيل المنتخب من دون مطلب وشروط وبحقوق يعني والتزامات متساوية مع الآخرين يعني ورغم نجاح اتعاد المغربي في حسب ملف الدياز والتحقيق مجموعة من الإنجازات إلى أن موضوع المحترف ريال مادريد وضع فوزي لقدع رئيس الاتعاد كورة القادمة المغرب تحت ضغط حيث طلب فئة كبيرة من الجمهور المغربي اتعاد المغربي بتحسين جودة التكوين في الأندية المغربية والاهتمام بمواهب الصعيدة وأكد الكثيرون أن الاتعاد المغربي بدل من أن ينتظر لعبين من مزدوجين جنسية لسعي وراءهم لإقناعهم بتمثيل الأسود الأطرس على حساب البلدان المولود والنشأة يجب عليه أن يستفيد من التكوين الأوروبي ويحذو حزوة من خلال اهتمام باللعاب المحلي الأكثر وصح ناستحدر هذر أو صعيد هذي هذر ناستحدر أو صعيد يجي يهذر يعني يقول له اللو كان التكوين التكوين كاين تكوين خرج خرج أكراد خرج أناحي خرج التكوين التكوين كاين ما شاء الله نصيري الحمد لله الراحيمي والتكوين كاين بانو هذر أو صعيد تكوين خرج أكثر لا ديفونس لا ديفونس نهار نحلي لعبة كونتر الفورتيغال ديفونس ديفونس محلية بالحارس فالكبونو بونو من وإن أول ظهور إبراهيم دياز بعد منتخب المغرب وسبق لدياز أن خاض مباراة دولية واحدة بقامس المنتخب إسبانيا بتاريخ ثماني أجوان ألفين وعشرين ليصبح مؤهل من ناحية القانونية لله بقامس الأسود الأطلس مع انتلاكه جنسية جنسيتين مغربية وإسبانية يعني مال وينتظر أن يشارك دياز بعد منتخب المغرب في مبارتين وديتين يعني القادمتين أمام أونغولا وموريطانيا يوم 22 و27 مارس قبل استئناف مشواري الفريق التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهايات كأس العالم 2026 في شهر جوان القادم هاتشو كي باش يعني بساحدهم وينبدأ عند العكس اللي حسن في ميلف يعني الذي شغل جامعين مغربية وإسبانية فيما يخص المنتخب الذي سيختاره يعني وخبر برايم دياز وين يخبر الرقراغي بموقفه النهائي يعني في أيام نفاتت وما كانوا مكملين معاه يعني كانت قاضية تعوقته صعيد هذه وزيد معالي معالي والعفامي تعهو كانوا يروحوا راحوا المغرب بزاف هذا اليام راحوا المغرب بزاف خويا الناس كايما راح ما يتقلق قل وحد وكباب يقول لك جابوا لعاب يقول لك الوعد وكبا أخويا أقول لك سيتخدم أخويا ومشي سهلا ومشي سهلا أنا أقول لكم أقول لها هل ناهوت متى ليقى أقول لها يريح معه يعني عشرابي ما لك لما أقول لها عشرابي أقول لها عشرابي ما لك لما أخي يتباها مكس آمد دمي دي ساتموارا أخي ستحلوا تعبوا لي الله تعبوا لي أخي 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 يجب أن نقوم بسهولة سهلا أو لا يجب أن نقوم بسهولة يجب أن نقوم بسهولة سأقوم بسهولة و تبقى المغرب ممن يجب أن نقوم بسهولة نقوم بسهولة نقوم بسهولة ما تنسوا شاطونا الجيم كومنتر وبرتاجونا الفيديو تواعنا وإن شاء الله دايما معكم بجديد ونمشي أبوني أبوني معنا ورب يحفظكم ويحفظنا معكم إن شاء الله صحيتو